يقترب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في الكيان الصهيوني المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري وبالتزامن مع ذلك يزداد السعار الاستيطاني الصهيوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين نتنياهو صرح مؤكداً أن كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية سوف تبقى تحت السيطرة الصهيونية ولن تخرج عنها وفق أي تسوية قد تكون قادمة تصريحات تغازل بالطبع قوى اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني طمعاً في المزيد من أصواتها لصالح حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لسيما بعد فشل الحزب في الحصول على أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة ولو كانت ائتلافية غير أن التنافس الانتخابي داخل كيان الاحتلال كالعادة ينعكس سلباً على الفلسطينيين وأرضهم المحتلة فباب المزايدة مفتوح أمام كل ناهب ومنتهك للحق الفلسطيني وعجلة الاستيطان تتسارع دورتها تزامناً مع الانتخابات فالمستوطنون يواصلون تجريف الأراضي الفلسطينية في بلدة بيت جالا التابعة لمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة وفي غيرها من البلدات تمهيداً لبناء بؤرة استيطانية جديدة في ظل حماية من الجيش الصهيوني بينما أعلنت سلطات الاحتلال خلال الشهر المنصرم المصادقة على خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة في المقابل فإن السلطة الفلسطينية لم تجد من سبيل لمواجهة التوسعات الصهيونية إلا دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على كيان الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية دعوة فلسطينية على الأرجح لن تجد آذاناً صاغية في عالم بات يرتضي لنفسه البقاء متفرجاً على ما يجري من انتهاكات صهيونية ممنهجة بل إنها ربما لن تجد آذاناً مصغية في العالم العربي الذي تنشغل أغلب أنظمته الحاكمة بأزماتها الداخلية أو صراعاتها الإقليمية